المتتبعين يطلعون هذه دول لايف دي الإنها يا الله مع أفيد دول لديك للسلطة قد القضاء من الصور إن شاء الله لأن المجد من ملايين ونصف تقريبا ساعة ١٠٠ درام اذا اهلا وسهلا متتبقا قناة تشوف تي في هذا البت المباشر وهنا مباشرة من مدينة تطوان مسن في سرخة قوية اه الجار ديالي دعاني وربحني والان انا مطالب بادا اكثر من جوج ديال مليون ونصف بسبب اه كيقول بانني اه يعني قمت ببناء تسبب له في ضرر وكيقول هذا المسن بان هذا البناء اللي قم به في الملك الخاص دياله فهو ما كيسبب لا ضرر ولا اي حاجة وطبيعة الحال فالمسن كذلك يقول بان هذا الجار دياله سبق له انه افتح شراجب على الملك الخاص دياله ومع ذلك مدعاه ما تشي حاجة وطبيعة الحال فهو احتراما يعني لحرمة الجار ولي حقوق الجار كما وصان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو احترم هاد الجورة وكيقول بانه ما امره بصلى المحكمة وبانه اتفاجأ بان هذا الجار دياله انه كيرفع عليه دعوة وكيجار جروف المحاكين واتش هذا يعني اضطر فيه علما بانه مر بواحد الفترة اه يعني صحي اللي هي خطيرة بعد ما ارتفع السكر لكسر من 14 في الخزان وكان دار عملية على الرجل دياله اه اليسرى وكانت يعني العملية طلبت انه يتم بطر جزء من الساق دياله الاسفل وطبيعة الحال فهو في ذيك الظروف اللي كان مريض فيها ومع ذلك فالجار كان رفع عليه دعوة والان فهو كيتفاجأ بانه اه خصو يعني ملزم بادا اكثر من جزء المليون ونصف هو ما عندوش اه حتى المحل ديال مواد البناء اللي عندو هنا بجنب يعني المنزل دياله اه فوما بقى كيبعوالو اه نظرا لان الرخص للبناء فما بقىش كتتعطى في المنطقة اللي كينتامي لله هنا في الملاليين فكيقول بان احتمواد البناء اللي عندو هنا فهي كاملة فزدت وما بقىش صالحة وما بقى كيدخل ولو ديرهم ديرهم ديال البيع ما ما كيدخلو خلال هاد الايام مهمة مجموعة ديال المشاكل طبيعة الحال فهو بغيت وجعلنا قناة شوف تيبي قناة الشعب اللي كد نقل يعني الواقع كما هو طبيعة الحال فهو ابغى يوجه النداء دياله للمسؤولين بالقضاء هنا بتطوان باشي على الاقل يتم مراجعة يعني هاد المبلغ هي المحكمة كانت في الاول كانت حكمت على اكثر من سبعتاش مليون سنتيم ولكن بعد تدخل يعني المحامي دياله فهو الان مطالب باداء جزء المليون ونص والله يحسن العون سيد موسين سيد عام دكتر من خمس وستين عام اه ما عندوش وهاتش يدا يعني بقى في الحال بقى في الحال بزاف حيث الجار دياله رفع عليه دعوة وكيقول يعني انا يا افتاح لي اشراج بزاف ديال مناوشة وقعت بيناتنا والعاكين مع ذلك انا بقيت اه بقيت صامض باش منخس provenTView Character السلام عليكم اه صديديني كالشي اللي قلتي زيما انا كنطلب اه كانطلب زيما للقاضاء يوقف معنا وي مشوف في هذه الرأي هذا شني كاين هذا الجار ديالي ينادذي به امشاق في العطولة هو هو اللي fundo اللي لحيط الده ديالي وبنهلي للاساس ديالي ومن بعد ذلك سعدنيك المهم هو ما هدرنا شي معه وفتح لي شراجم على الأرض ديالي هو اللي عمل لي الضرار وكلنا بشين عند الخابير عند الخابير عند الخابير وعدنا المسائل ديالنا وكل شي عم بعد العيد قالوا لي وده باحتاج محتاج شي تمشي ده بايت صافي يخليها ده بيجي شي وقت ويتراجع وهو غدي اللي غيندم هو اللي عاروش اني عامل فعلا داك الشي اللي كيمت اه تنازلت ها الميلة فوق عندي هنا اه منزل ديالو ديالو ديال كامل وقفال الفين وثمانتاش اه الكاميون كددخلي هنا اه في الحومة اه باش كدنزلي الرملا وكدنزلي اللاجور انا عندي واحد اللحنة صغيرة هنا اه في اشي اربعة المترو على تلاتة اه على تلاتة اه على تلاتة وشي حاجة غبنا دم كدية فيها الوقت وثمان في ديال الارض هادي كننزل فيها الرملا وكننزل فيها اللاجور وكننزل فيها السيمة باش كنننبيعه بالتقسيد ساعة ساعة كددخل الكاميون فأي كانت ولينو في حي ديالو لي كدت ولينه حي ديالو انا شل نيه قلت حول لي انني بني واحد الصور هنية هايدا وغندور الغريصة ديالي طلعت الجماعة خرجت واحد الرخصة بل رخصت ديالو اعطوني فيه مترو وعشرين متر وعشرين قط متر وعشرين كافي زمانك ما تلحقش وليه تم محتي اذا ولا الكميون تمون شي حاجة بعدا غي حادلو غي حادلو في الصور ديالنع ما غي قاديش الي لو هو صافي ما عندك الساعات اني كان بلديد كان بلديد كان بلديد يلا عملت واحد جود صواري الحديد جود صواري الحديد الاخرى وهو زيدون كان عدل ديك الحد ديال وعدلوا على لساس ديالي كان مضعيف وانا عملت ديك الشلسات هذو كنا عملت الفيلار الولي الباني عمرت بجانا لازي تصحح تلو الدر ولا لازي تصحح تلو الدر عمرت ديك منفاتح ديال قاعدة جوجل مفاتح وبالسيما ديالو بالقرابة وبالحجار بكل شي وخرجت ديك الحديد خرج الحديد باش غنعمل من الارض الفوق غنعمل متر وعشرين اولا جوجل متر وعشرين وقيلة كان عندي في ديك الرخصة متر وعشرين ايه هو المهم بعد شوية بعد يومين بقية كان عنده ديك الرصة وقيلة عملت وقيلة ديك الرجار جوجلت عندي الرئيس وقال لي قل لي المهندس حضاري قل لي قل لي قل لي المهندس حضاري قل لي وقل لي وقل لي وقل لي وقل لي اقوم ايه هو وقل لي وقل لي وقل لي وهو المهم مش رفع لي يا دعوة من اللي رفع لي يا دعوة أنا كان نتفاجأ بأن جاء الحكم جاء الحكم الاستيناف بأن نكسي ده ما ضد لي ليانا وخصني خصني نخلص له الغارة مع شحال ما بقوا دين الحديث يتمه ما عرف شحال عمل مع ميان درهم في النهار ولا مع شحال عمله اللذي فأنا أنا ما ديت ما جيبت أقع لي السكر في ٢٠١٨ فلي جدت درسل عن البرز سكر في الراب درسل حتى ربقنا تباقوا بالعنية للمسلس دبان السكر في ١١١٤ ١١١ ومن شاو ورجلين ضربتوا دي كان جرينا قطعوا لي تماغ من الرجل و بقيت معه وتماغ و المهم من اللي جيت بحالي لها يالدار جيت لها يالدار قيت ناعس في الكاما ما كانت تحرك شي قالوا لي ما تتحرك ما يوارو قد عرفوا ياخر اللي في السكر اللي في السكر مخشوش يتحرك فقط جتولاتك فرمير كتبت لها يتحرك كلنها تقدم نهارية نهارية تحرك كتبت الزوزنةEng كتبت لها يومين لا كانت تحرك تريجيا و مهم لذا اولييا اللي كل جيت جيت قمت بحمل رسائل انا عددت من تماك و هالي كان هالي كان شبارتنا ذيك سعاد ذيك الرسالة شبارتنا ماكناها حتى واحد في الضار مليجا ذيك الرسالة حتى ذيك ذيك لجابي ذيك الرسالة من القاذة تابع القاذة الله إلا مع الباب عندي مفتوحة في حال هيدا في حال لي قلت بينا هيدا غلبة مفتوحة دق لشكون كانت اصباق لوجه عندي قلت له تفضل تفضل زيد ودخاله جمعني مجمد قال عنك كلا بصبر اللو لا هو أحد وكانت تصير القرباء من هذاجل وانت يريد رسالتي وانت شو هذاجل لقد فتحها. قالوا على ذيك الحديد وذيك الشيئ ذاك تشافه لشياني كايين. جنت البراقة لقلوا مشي يقل على ذيك الحديد من تماما. يلا. صافي غال حديد موقفين تبناش من درار عملو ديك الحديد حديد مكينا عم يحتشي اضرارو في ارضيانا ماشينا الحمدلله ماشي في ارضيانو شبار العيل مشاق قطعوهم بس قيطاغ هذيك قطع ديك الحديد كاملين او ما تم قطعين كاملين اه التوطال كنت عمل جوج البيلاريش جوج صافي يخري ما اكبرتشي عليهم لانا منققلوا لهيدك صافي وقفت قطعناهم لي قطعناهم صافي مراهق اه رجع ذيكي بعد مشاق قالهم اهMay قل يم واオンダي ذي الحديد هذك قط virginолько شتى لذيك أهو ظول من ملقاع ماشي ملقاع كاذا فgus بوالا وكيفش غادي نعمل ونزول ومالقاع وانا عملت تماشى انا صححت له الدار ليله هو دبا هو بالعكس هو كان طالع على اللساس ديالي وعنده تمالغش دبا بالعكس دبا الدار زاد صححت له زاد الدار صححت له دبا كيتسمى وفين عملتنا ديك البيلاريس؟ بغارة البيلاريس دياله اللي عمل هو وماشي عمله بهو هذك اللساس كان ديالي هذك بعملتهم مالقاع لح طرس هم صورين هم عندي تصاور عندي كلشي وطمار لي هو وطمار لي ديالي لساس وطمار كلشي المهم قلت له انا ممكنش اسعاد المفوض نحايدو ملقاع لانا اخسني كوبريسور اخسني كوبريسور باش نحايد ديكتير هذك شي تمام عند السيماء والسيماء نوع رفيع والقرابا والحجار وهذك اخسني باش نحايد اخسني ياخور غير قيد رابتما في المصة ولا شي حاجة وقعلو شي اي شي ضرار شي تشقق وقفض ضرار ولا شي حاجة عاود نسخوه عاود احنا في الحريرة ديما ممكن حتى شي مشكل والسيد هم مش يخروج غاي صورتما كلشي ديك الحيط وتشوف واشتما شي ضرار ولا ما تماشي ما كي لا ضرار لو بالعكس هو اللي عمل لي الضرار خرق بزاف اخترق لي الما ديالو وفتحني الشراج وكان نزلت ما شي حاجة لا نزل سيماء ولا شي حاجة اذا كلشي كي اتكر في صليا كل مهم كوب ما كي يجي كيروني وكيوقف معايا خمسة الخطرات مع القياد فهي ما يجي شي قايد يطلع لعنده ويجي واستدعي الشود كي استدعي الشود اللي باعه لله هو وديالي أنا كي قلوا سيد هذا السيد هذا ما عنده نوالو هذا السيد هذا غا كي يتعدى وصافي هذا ما عنده نيحتى شي حاجة بالعكس هو ما معبيلو ديالو صافي كي يمشي في حالو أو تاني أو سير عوقين بشين 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 أو تبدل قايدة أو قاس ترمع سنين تبدل قايدة أو قايدة أخر أعود نفس الماندار مرتنة واحدة مريطات بصحة السيد هذا ما بغاش يحش مثلا ما من ناس الجالية ومن ناس الجالية كان عارفوا الناس كدعوان وكدسعد الناس وناس شرفاء وكذا وهذا ما عارف كيف عنده شي دولادو شي دولادو الله عم راسلها والله من اللي كي يخرجه هيدا كيتشارع معايا كل شي والله مساكن ما كيخرجه من ضال كيخرجوه شي قاعد تماما ما تسمع شي قاعد الحز ديالو وهو في هديك شي هدك الله يهديه كان عيه ومعه هيدا الله يهديه هو والو مبغاش في التهداء ذا كانت فزأ أنا بأن مشيجين لنا نخلص مع شحد الغرامة على ذيك من اللي مبغيتش نقلع ذيك هذوك ملقاع ديالو مبغيتش نقلعهم مبغيتش نقلعهم و جات لي واحتمن غريب و علاش ما نعرف في الملك ديالي وخا عندي غال كونتراتو هديك هذيك هذيك الأرض بالملكية ديالا كي يقول له الله هو عنده شارقة بالكونتراتو والكونتراتو بالحقيقة عنده الملكية ديالا أنا عندي الملكية ديالا شارقة منه ثلاثة دقاطعي لولياب الملكية التانياب الملكية هذيك هذيك باش عملنا لالكونتراتو و عملنا لالكونتراتو كنا عيطنا العادل العادل و جبرته خارج و جبرته مشى الجهاد يل بني حسان مشى خارج و تمال شيء أرض تماء و غيت تعاطل التماء تقريبا ثلاثة يام و لأربع أيام غادي عمل عندهم أرض بززاف و غادي غيقوز معهم تماء هذيك شغان عملو شغان عملو كانوا يلا حلو القيادة عملنا هنا في المالديين و عملنا ذاك الورقة في الجماعة عملنا ذاك كونتراتو في الجماعة صافي صافي قلنا ذاك ساعتني كمين غادي يجي العادل ذاك ساعتني غادي نتبتول نجيب المهنديز و عبرش حاج الميترو ثم و نعدلو ذاك شي ديالنا على القاعدة و مسائل ديال و كل شيء أردنا أنا ما كنا شي كنجول هنا ما كان حضروش هنا لأن ذاك الساعة في ذاك في ذاك الوقت هذاك في ذاك الآخر الثمانينات أو التسعينات كان الدنيا بقى خاوي أنا ما كنت شي ساكن هنا كنت شي ساكن هنا و أخا كان عندنا المدرسة و صغارين في الحظانات شيف هذيك هنا بقي كانت مكين لحظانات ما كينوالو باقي مستقرين في المدينة ما كان جي شي هو هو اللي جاب التراكس جاب التراكس حنا ما حاضرين شي وجاء و عوط الأرض و طمر واحد ساقيا لما كانت عنا مورا الحيد دينا واحد ساقيا لما و طلع الحيد ديالو على الأساس ديالي على الحيد ديالي واحد الشي دبا واحد شي فاضيع جعم ما و خاي داك أقوله واحد نهار دبا ماشي بززاب داك عدلت ما واحد السيارة بمورها و شو جي عدل لي سيرها يا أخرى تماما حبطنا الشيخ جه الشيخ اللي هنا يا جه الشيخ غالوا شيني بغيته باتنا معا تسيد هذا هنها شيني عندك هذا هنا قلت لو أنت نكتشوفها الشيخ قلت لو أنت جرد ما بغيته شي بأمر ليك عندك تقول عندك مرش عاد الأرض يقول انك تخاف بله أعرف هاد شي دا ركلا قال لي أنا ما كان أعرف الله وónك أن أخاف من الله قدم الشيخ الشيخ عليه يدو في اسم هيدا وأنا قد له قتله صافيا الشيخ احنا نفوضوا امرنا الله القضاء وخليهم يعملوا اللي يبغى دولة كلا شخصنا القضاء ليجزيهم بخير ليطولهم في العمار هذو كيتسموا مبتلين سيدنا هنا يعندنا في البلاد للا يخطيهم للا يحرمنا منهم يتوفوا في هذا الشيادة في هذا الشيادة يعادة الناظر في هذا الشيادة ويتوفوا وإذا عندوا شيء حاجة هنا توقفوا الإرتفاع الأرض يدعيها فيها كملة وكانت لما في القضاء يقفوا معنا اللي ينجسيهم بخير إعادة النظر هذا ما نعمل هذا ما غدا إن شاء الله غدا إن شاء الله ما أعطوني مهلاق ما أعطوني كذا ما أعطوني هذا إحنا إحنا 2018 من عملت العملية إلى حد إن هذا الآن ما يحتاج حاجة وجد كورونا وجد كل شيء تكتف الوقت كورونا ونصروا ومدوا وعو الناس في الجائحة وش حال وش حال تجري وش حال وش حال السلطات وكذلك إحنا ما نعجب لونه وإن الحان الدماء إذا فتحت شهرين أنا كنت مشدود إذا فتحت شهرين هذي كأقوله زعمان فتحوه زعمان شغوه زعمال الله ما كينشي ما كينشي البعكاء تماما ما كينشي إحنا بندراء بندراء بكي بش مسين مع الزمان ودهما كان طلبوا الله سبحانه وتعالى ورجال قضاء لا ينصروا إعادة نظر في هذا الشهده ويشوفوا شني كينش إذا ما خلصتش إذا ما خلصتش شوفوا شني غادي عملوا وشوفوا عندهم معنا شي حال أنا كنت شوف أنا رجل دي اللي ما عندي شي ما كان ما كينوالوا ما كينوالوا السلام وعاد شي اللي كينو وكان طلبوا الله سبحانه وتعالى والله يجزيكم بخير هاتش اللي كينوالوا وتحياتي لكم جميعا كيقول بأنه بصبيت كافعي مع المعيشة وأن المهلة اللي اعطا له هي مهلة ديقة جدا أنه في ضرف يوم سيوفار هذا المبلغ هذا أكثر من جد مليون ونص وكيقول بأنه هو مسبب حتى شي ضرر للجار دياله رغم أن هذا الجار دياله يعني يعني فتاح شراجم في الملك دياله مع ذلك ما دعاهش ومجموعة ديال الأشياء اللي مارسى يعني ومع ذلك فهو دائما كيقول بأن اليد ديالي ممدودة للجار ديالي ودائما الوخاء يعني وخادعه وربحه فهو ما كيكله لا عداء ولا حقد ولا أي كراهية وكيقول بأنه يعني منفتح عينه تربى على بأن حسن الجوار هو اللي خصويت بع العلاقات دياله مع الجيران دياله إذا المتسبق أنا تشوفت به كنتمنى أن صوت أو صرخة هذا المسلم توصل للقضاء هنا بمدينة تيتوان لأعادة النظر في في هذا القضية بالضبط فهذا المسلم هو كيسكن بإحدى الجماعات التابعة لإقليم تيتوان وهي جماعة المنالين إذا المتسبق قد تشوفت به إلى هنا ننهي هذا البت المباشر وإلى بت آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر